اشتركوا في القناة اختر ألوانها بتأنف سيبك من الأسود والبني تشليك في الألوان الففحة تلقى حياتك تضحك ليه تكتب إهداف ناس عايشين عالف والوطع مية سنين ناس تعبانة وطفحة لقوتة لكن بعشتهم رطيين الدنيا فلوس في فلوس في فلوس قالوا إن المنحوس منحوس يقعد يجري ويجري ويجري ويعلقوا على راسه فلوس يوم ورى يوم والحد ما يكملوا 30 يوم وما بنا عيشت قصر وبدلو هتشوفوا حكايتنا وأحلامنا وحسوكوا عندكم حديقوا اوه وتروحوا شبال ويمين لغزوا حدودة وأغاني كمان افطروا حلوا واقعدوا يلا استنوني وشريها تفنين ألوان موضة جنان حكاية أشكال على ألوان مثلا أنا الناس بيتشوفني في الدنيا بيحصل قلبات وهي الدنيا يا ناس غير إيه ميكاب روش فستانسي غلة كبيرة وعربيات وعندك اللي بتحلم بيه أنا بقى شبعي في خلق كتير وحياتهم كلها مشاوي هحكي عن الناس الغلبانة مش عن وش ولا عن مولوكين فينا اسم الدنيا بديدهان جوابتهم من غير عنوان وإنا بخف علينا شوية أصلحه مش نقصاتي كمان يوم ويوم والحد ما يكمل دلتين يوم وما بنا عيشت قصر وبطرور حتشوفوا حكايتنا وأحلبنا وحسوكوا عينكم حد يقوم قوعد روحوش ملوي من لغز وحكو دو أغاني كمان افطروا حلو وقعدوا يلا اشتغل نمو 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 اه يا شوية هفيات معرفت شربي بقى حتة بتي زيجي تقلبك وتخلع مش انت اللي بعطينا للسبوت ده بتاع الحرامية كنت عايزام يعملوا فينا سرقونا طبعا والجوز الخل اللي كانوا معاك معملوش حاجة ولا هما رجالة بطايق بس لا يا خلتي هما بطايق بس والبيت اللي علمت عليكم دي كان شكلها ايه تخينة كده تخينة كده لا اهها مش تخينة هى مكورة طويلة ولا قسيارة قسيارة ممم مدورة ومكعورة وقسيارة اه وبتتكلم زي البيت اللي كانت بتتكلم في فيلم الفرح أيوة بالضبط يا خالتي ولونها موقف كده خلاص عرفتها هي مفيش غير فاتحي لأ هي بنت مش ولد ما أنا عارفة إنها بنت أنت تعرفيها بجد يا خالتي؟ ده نعرف معا يا مفاتحي أنت يا ولية يا مفاتحي اطلع يا اختيك دلدني وردي علي بدل ما بأسع كرمتك في الحارة كلها مين؟ ست صباح؟ يا أهلاً وسهلاً لا أهلاً ولا سهلاً فين الجموسة اللي شبه البقرة بنتك؟ وإيه لازمته الغلط ده ست صباح؟ استني بس هو أنتوا لسه شفتوا غلط قولي للجموسة اللي عندك دي تنزل بدل ما طلع لها مد قدية في كرشاقة أطلعها من زورها وأقلبها لك ده هو زي الشراب خلتك جامدة بس مل على أموم هي مش هن خرجت خرجت راعد فين يا ولية؟ ما عرفش خرجت وإنتي هتعرفي عن بنتك حاجة وإنتي شكلت كده خشي تنيالي خشي جو عربيتي يا حاول الله يا ربي بس ود عم نبساً من بستاطاً انزلي من العربي يا عربي يا عربي يا انزلي يا بيت يا جماعة انتو فين؟ معقولة كل ده عم لا دور عليكو بتضوائي علينا ليه يا فاتحة؟ عشان تقلعينا هدومنا وتسعينا؟ حد الله ده أنا قلت بس روح مشوارة على ما تخلصوا وتقولي طب وبتاخدي العربي معاكي ليه؟ شبتت فيكي؟ يعني تحق عليها لقيتها وقفة قلت البطارية هتنام قلت اسخلالك والله فين الحاجة يا بيتة حرماية؟ حاجة حاجة ايه؟ انت حتستعبط يا رحمة ما تطلعي الحاجة بدل ما اعمل معاكي زي ما عملت مع السيد عظمة فاكرة؟ فاكرة إلا سيد عظمة اصطلق يلا خلاصي أولاً انت جمدة جداً بس يا رجل عملت ايه بقى مع سيد عظمة؟ لا لما تكبري بقحة بققولك بعيد يوار خد يا ستة الحاجة بتاعكو ايه؟ كاملة؟ كاملة خد شوف الحاجة دي لتكون نقصة حاجة عشان اخلص عليها نقصة ما فيش حاجة تنقص معايا فين الحلقة بتاعي؟ حلقة؟ حلقة ايه؟ الحلقة الدايموند اللي انت يلابساه اتلعبت بالحلقة يوو خد يا ستة كنت اروح بقف انت كلنا حرماية في الخير مساكة؟ هاتي يا اختي خد حبيبتي تمام كده؟ تانكيو هاي خلاص قلني تمام؟ وإيه اللي تمامها يا رحمة؟ انت فاكراها هتعدي كده بالسالدة انت بتحلامي يا ستة صباح عليها الطلاب التالتة ما كنت تعرف انه هم تابعك وبعدان خلاص بقى انتو لعني مش جايباني من مشيخة القذر انتو جايباني من قهوة الحرمية طب يا اختي ما تروتيش كتير في الكلام قديكي عرفش ما تبقش تعمليها تاني دول تابعي ماشي حاضر بس والنعمة ما انت بشة وانت زعلان لازم اصبع عليك طب هتولعي على طول ولا لسه هترولي؟ انتو لسه هتولعوا وترولوا يلا يا خلتي عايزين نروح ايا يا بيتة خدلي نفسين بس تعدل دماغي عالصب خلاص مفيش مشكلة نعوضها المرة الجاية ان شاء الله والمصلحة بتاعيكو اعتبرها مقدية والله نجيلك مرة كمان عشان تسرقينها تاني فين اخلاق الحرام الشريف؟ فين اخلاق الحرام المصري الاصيل؟ خلاص بقى يا كابتن انت هتقعد تقتتني قلتلكم والمصحب ما كنتش عارف انكو تبعي الست صباح وبعدين خلاص المرة الجاية اي ضقت نقص مني هي عارفة اولي ايه واخري ايه هتجابني على طول من قفاء دي قد صح بتمك ده مفكش توق ما خلاص بقى يا روح امك انت هتقعد يتسياحيلي يا جماعة اهم حاجة نشوف مصلحتنا احنا ناخد منها اللي احنا عايزينه وبعد كده نرميها رمية الكلاب اه معاك حق وما تقلقوش من انا عارفة ديت طول عمر كلامك انماز خلاصي بقى احنا كده اتفقنا تقول الصبح ان شاء الله على الاوى نقضي المصلحة لا صبح ايه بقولكو ايه تكل انتو على الله مع السلام اطلع بيت تحضر الولع وخلهم اتتحضر الفطار وقول الله ما تنساش البيت عنايا الشقة هتنوع يلا سلام انا مش عارف اشكرك ازاي عشان قدرت تترجع العربية بتاعتي يا خالته صباح يا روح خالتك صباح مش عارف يا اخويا تشكرني ازاي طب لما تعرف بقى قولي سلام بقى حبيبتي يا خالته يلا يا عندليب خالتك دي ارجل من خالي يعني هم راحوا قهوة الحربية عشان يسراوا العقد مظبوط ساعتك اه طب وتفتكر هذا ضاحة انهم هيعرفوا يسراقوا العقد ده الله واحنا نخليهم يسراقوا ليه ما نسراقوا احنا الاول الا falou الا وحنا هنتعب نفسينا ليه ما نسيبوا هم يسراقوا وبعدين احنا ناخد العقد يعني تقصد هم يسرقوه بعد كده إحنا نسرقوا منهم من قلت إيه؟ مضبوط أضاعي الله عليك يا أبو المفهومية يا مدمغة التأل بالداب يا ريس أبو الداب ياه ياه عاجبت ساعتك يقول لك تاني يا مدمغة التأل بالداب يا ريس أبو الداب خلاص بقى ما تلخمش بقى ما أنت قلتها قلتلك حلو أنا قطني الليل أنا أسف يا ملك عايز عينك عليهم على طول وأي حاجة تحصل تجي تبلغيلي حاضر حاضر ساعتك بس هو كان فيه حاجة كده كنت عايز اقولك عليها خير مفيش انا من ساعة من العملية ابتدت يعني وما خدتش منك ولا مليم فكنت عايز حاجة كده تحت الحساب على عالة ماشي نفسي بيها قص عليك يا ضاحي انت طلبت حاجة وانه قلتلك لا لا عمري حش عنك حاجة لا طب ملما هو لا لا ومال ايه؟ ليه بتقولها بانكسار كده؟ اه صحيح قص عليك ربنا يباركلك يا رب اه بص هناك بص هناك حاضر هو بيشوفني ازاي بيشونك ده اروح الملح يا بقى اروح اجيب شنطة عشان اخد فيها اخد فيها دي ودعم البيع ايه؟ تاخد عشرة جنيه والبقى تروح لك زخان اتجيب لي بيه دوات ضغط طب ممكن اجيب لي ساعاتك شريط واجيب ليه شريط هاد اللي دوات ضغط يا ضاحي بقولك حمود اه حاطر انت ممش بقال بك راح بقى لا حاطر حاطر اه حاطر حاطر اه حاطر حاطر اقص عليك اقص عليك اضاحي بجد ايه هاف نو ايديا احنا ازاي جينا هنا تاني عشان نقعد مع الحرمية تاني عشان تسرقنا تاني على فكرة انت اللي جيبتنا هنا تاني ومشينا وراك تاني وجرجرتنا وراك تاني امال ايه يا سيف انت عايزني ايجي مكان ده لوحدي توه ما خلاص بقى انت هتوضايش يا كأي باكه يا كده احنا كده كده عايزين اجيب العقد وبعدين الحرام اللي نعرفه اح سواه Soc مالل ما نعرفوش ولا ايه هاني مزبوط ياد سيب الحشيش ياد انت جاي تساعدنا ولا جاي تستبح هنا شو شو ماتفصلنيش اهما حاجه مع خطبتك لازم تختار يعتعيش راجل ولا تعيش مبسوط طب هو انت ايه أنا الحمد لله مبسوط يا جماعة أنا عايز أعرف دلوقتي فين الزفت اللي اسمها فاتحة عشان نخلص من مكان الزفت اللي عنا عادين فين الوقت بس بس أهي جات أهي بس يا مانا عاملت في نفسها كده ليه أكيد خدت فلوسنا وعملت عمليات تجميل في لبنان لبنان إنتوا بتستعبطوا ولا إنتوا مش عارفينها مين دي دي الفنانة رانيا يوسف يا عام رانيا يوسف ايه دي الخنازير البرية ما هو المسلسل اسم الخنازير البرية بجد ايوه الستايل بتاعها خطير تبت بتاعها ايه شايفة شايفة الشعر الاصر مش القرف اللي إنتي عام لهنه اه دربالنا راسك بمية أكسوجين وعملالنا على فرانكا اخ راسي بدل بجد وحيات ربنها عايق السلام عليكم وعليكم السلام ايه اللي أخرت كده يا فاتح قطعوا النسوان على لبس النسوان العال في الحتة بهدلون طول ما أنا ماشي يجرو الشعباته يجرو الشعباته طب وما فرملتش فجأة ليه يوقع على طول ما قادش بالي بقى علش حمد الله على السلامة يا ستة فاتح الله يسلم يا ستة فاتحي أغمع الجملة دي مش ركبة معايا مفيش حاج يسميها الستة فاتحي ايوه صح ايه موضوع فاتحي ده يا فاتحي انت باباك يسميك فاتحي لا ده مجرد بس نيك نيم كده عشان لما أخذ الشغل يمش لكن أنا اسمي الحقيقي جايدة طب والنبي وانت جايدة هاتيلي معاك ولعا ممكن تديني شفتها؟ اه تفضل سيف ايه اكيد اسم جايدة عليكي أغرب كتير بالنسبة لي من فاتحي فاحنا هنقولك يا فاتحي عادي مش يا جماعة ممكن شوف مكان تاني نقعد فيه غير المكان دوت انا متوتر جدا وما قالوا المكان ده ده انا بفكر اتجاوز وعد هنا بقولك يا ستة فاتحي نعم اخبار القانون الجديد هنا ايه لا والله جاتلي متأخر اخر تربطين لسه مأجراهم سيبك من الوقت المصطول ده خليكي معايا انا دلوقتي هنعمل ايه في موضوع العود اللي احنا عايزينه من المتحف اعتبرين معاك يا قبلة بص يا اسادزة اهم من الشغل تثبيت الشغل وتستيفه احنا بس اهم حاجة نعرف كل حاجة عن المتحف المتحف ده تأسس سنة 1838 كان بتاع واحدة اسمها نازك هانم الغندقلي نازك هانم الورصة بتاعتها اللي هم احفادها اتبرع بله وزارة الثقافة سنة 1957 لما اتبرع بله وزارة الثقافة سنة 1957 تاريخ ايه انا مش عايزة اعرف ده انا عايزة اعرف كل حاجة عن المتحف يعني عايزة اعرف مداخله مخارجه البروز المناور فيه لما اخذة كام كاميرا مع اشياء جوه المتحف ودي اعنى اعرفها ازاي بقى يا فالقوسة فالحوسة لا فالقوسة احلى عليها مش فارق هنعرفها ازاي بقى هو انا عاولة حضرتك يعني مستنياك تيجي تقول لي هنعمل كده ازاي انا صحيتي الصبح كده رحت الفكرة فطت ونطت في دماغ رحت قلت ايه يا بيت تلبسي سايحة اجنبية انت كده لابسة سايحة اجنبية؟ اه طب وحيات باباكي اللي سميكي فاتحي انت كده من بلد ايه؟ بصي هو انا ارجنتيني قلب على قرباني يعني بصي في الاخر طلعت مني بولندي احلى كلاب الكلاب البولندي يكرم اصلك المهم بقى وانا روح المتحف لقيت واتشي كيميكي كده مع عدة اصلي رحت سالتها منه العدة بقى رحت مسورة بها كل حاجة بقى من الصغيرة الكبيرة في المتحف حلو قوي فين الصور بقى؟ لا اما انا بعت العدة وانا جاي وخدت التامة ايه؟ بصور اما لي اعني اخسر فيها؟ انت حرمي زكية قوي ما شاء الله ما تلاقوش يا اسادزة المتحف كله هنا هو المتحف مش كان في الزمالك يا جدعان ايه اللي جابه هنا؟ ريح ريح انت بس يا هاني ملكش دعوة بقولك يا معلمة هنعمل ايه دلوقتي؟ بص يا امور انا اكتشفت ان المتحف ده جاي على نصيتي يم قبلي ويم بحر احنا بقى نخش من اليم البحر عشان تراوة طب اليم البحر دي بقى من اني شارع لا يا حضرتك مش على شارح دي من المية جوه النيل في البحر اه يعني احنا نعمل نفسنا تمسيح طالعة من النيل عشان الناس نخاف وتجري تمسيح ايه كابتن هنخش بمراكب ايه 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 انت تلاتي زكاية على فكرة انت عارفة النيل بيجيب positive energy سيبك مليعالي السيس دي وخليكي معايا انا دلوقتي احنا هننفذ العملية امتى يا معلمة نجفة؟ اولا ما اسميش نجفة ناس مختك فتحي وانا شافوك المتوترة كده واخد العملية دي على صدرك وزعها بص يا قبل احنا لازم نطريها على نفسنا عشان احنا كده كده جاء العملية بنشد فلازم قبل كده نرخيع المهم يعني انتو النهاردة بالمشيقة كده كلكو تجوري في مارسا المراكب اللي في المانيال ونتكل على المتحف امين؟ امين احمد واسماعين ههههههه هنا المكن ده هو هنال هنا؟ اه انشكله عفريد pull انت خفة من المكان؟ انا خفة من المكان يا فين بقى الست الهانم معرفش لا انا بتخض ايه ده سامو عليكم ايه راح فين لسه معليكم ومشي انا جاي ايالكو هو فاتحي انا عايز اسألك سؤال فضل هو انت وانت صغيرة لما قالوا لك ان انت هتبقى حرامية الدوكي ده كيونيفورم يعني اه بنيلباشه بيكبر معانا بيكبر معانا ايه يعني انت بتخرج من بيتك كده عادي بتمش بالشارع عادي اه عادي باين جدا يعني بتروحي مثلا تروحت شتري فولو طعمية باللبس ده ما عنديكش مشكلة ده لبس عصبات من ساعة ما الدنيا تخلقت من ايام عصبته القناع الاسود دعملها في عنتر وليب لب سيف مفقوسة مفقوسة جدا دي مش اول مرة تسرقها ايه عارفة كويس هي بتعمل ايه قوليه لو والنب قوليه لو عشان بس ما فيش وقت والنب للرق ده ويلا بنا نشوف شغلينا ايو يلا يا جماعة نسرق انسويك ساعتد يلا بينا يلا عن ماركب يلا ماركب هي بيها نركب الماركب دي كلها هنتفدح تعالي يا بتاعي تعالي كي بقى في حاجة تاني تعالي انت نزلني تعالي لحاجة تعالي لحاجة على مهلك على مهلك على مهلك كمير بيعني اللي تقع على وشك ايه شكرا هنركب في اللوكا ايه ده يا شباعة دي عارفة على تتابعي بجد؟ اللي في واحد في الماركب يا عارفة ايوا يا بني هي عندها تيم بتسرق بيه موسيقى موسيقى موقف موسيقى موسيقى اييه موسيقى موسيقى نخفيشي كمبور موسيقى بس احنا كدو وصلنا المهار نبتدي بقى نوازع المهام يلا شرهان وهاني هتخشوا المتحف تشدوا سكنة الكهرباء تقطعوا النور عن المتحف نيلي وسيف تخشوا عند العقد تيجبوا العقد والجولة بس وانت بقى يا فتحية تعملي ايه؟ لا انا هعجي على خلتي هنا سكنة في الكتكات اخدها فسحة شوية في الفلوكة الحلوة دي وانتو على ما تخلصوا تدوني رأينا صغنانة اجلكوا الروح سوا وحية تومت جريب لا في ايه ما انا قلت لكم من الاول ان الشغلانة دي محتاجة رجالة معايا الله وبعدين نقسم بقى لي كتير ما عملت الشغل بايدي وكمان ولا اليكتو على مكانتي الاجتماعية اسمحوني بالشغل ده فاعم عزة العلاي اللي هوحنا راح نفجر الات وبعدين ايه حور مكانتي الاجتماعية ده اصل انا اصل ايه؟ بصوا من الاخر كده انتو شكلكوا ولاد حلال وانا حبيبكو يعني زي اخواتي واتسمت فيكو الخير فبص انا هجيلكو عالضغري وحكيلكو بصراحة انا اصلا مش حرمي انا بسرق وانا مجبورة الله يسمحك يا ابو خلتني كده مقهورة طلعني ليه حرمي انتو انا مش متربي ايه ده؟ هو احنا طرعين نسرق مع فهد نجم استنى هي مش دي اغنيت مع احترام انا مش حرامي ده بتاعت مين دي؟ احمد فهد نجم بقولك يا فنانة هتعود يتقوللنا بها صعبانيات وتغني علينا انا الكلام ده ما يقولش معانا انتي ابضى فلوس وانتي اللي هتخش تسأل عقد خلاص يا شريهان لو هي مش عجبها الكلام ممكن نخلي صباح تعمل معاها زي ما عملت مع سيد عضة سيد عضمة هتعرف تتصرف معها هتقرفونا كل شوية صباح صباح الشغل انا المنائلة اللي انا غرست نفسي فيها دي قلصونا يا جدعان هطلع معاكم يبا استبينا هطلع انا وفتحي وسيف نجيب العقد وانتو ترقبولنا الجو سيف ايه ما تطلع انت وفتحي وشريهان يعني ايه البنات تدخل تعمل مهمة وانتو تعطوا تتفرجوا يا سلام دلوقت البنت مش زي الولد فين البنت المهندسة والمحامية هي بقت حرمية مش هارض عليك معلش المرة دي هتبقى لها درجية يلا بقى انا مش عارف ازي انا طبيعك واطلع اسرح انا دلوقت سيف كفهاية دلع بقى يلا ما تعطلناش خد يا عم الود الخير خد الشافة واشان ما تخافش خد معاك تورتش ايات نورلك جوه يلا بسم الله الله وقفش يلا يا عم حاضر هاني رايح فين هات ايدك تعالى اسنده الطفلة ده ها تصلت عم ابراهيم هنا خنقها قوي خلينا نطلع نستنام برا في الهوا بقولك ايه هيا خالتي محكتلكيش عملت ايه مع سايد عظمة لأ مش عارفة هي قالتلنها تقولننا لما نكبر هي جاس حجة عيد المترجم للقناة تجري؟ خلي فتحي انت هتبعيني ولا ايه؟ فتحي شايف البوزيتيفيتي اللي طالع من النيل؟ الجو تحفى شمانتي البوزيتيفيتي اللي طالع من شكمان الماركد؟ مرة شايتش في صدرك غشلقته؟ لا طبعا لان انا مش بتشوف الحاجات النيجاتف اللي زيك دي طب ونا بيتلهي على عينك بقى بالنيجاتف والبوزيتف بتاعك ده عشان انا شك ان الواد هاني ده هيطلع حرامي بجد ولقى نفسه في الشغلانة دي شكة؟ ان المتأكدة ان هاني ده هياخد العقد ويهرب بيه ومش هنعرف مجيبه وجهة نظر يا نيلي اول مرة تقولي حاجة صحة تعالوا فتحته ياتل يالا الغبوة دي؟ ايتا لغابة المتخلف خلصونا لنخرب بيكو تعالوا تعالوا انت ايه؟ روح من هنا هتلاقي سكنة الكهرباء شدها تقطع النور وو جن عند العقد يالله بيالش يا معلما وإنت تعالوا اجي فيه؟ خلص فيه يا فتحي؟ يالله اصدر يا رب العقدة في المكان ده فاقي فين اهو اه هو ده بس على مهلك بقى اصدر اهو ده اللي انتو عايزينه ايوه ايوه هو صح يا رب ما اتكارب شو النبي بس لا الله اسطلني صحيح ايه ممكن يكون الانذار متوصل بجنيريطور ايه عم السيميليطور ده احنا في درينبار السيميليطور ايه بيقولك جنيريطور اللي هو الجميليطور ده اللي هو بيولد كهرباء يعني اللي هو بيعمل ايه بيولد لعنى من نور يقطع هو بيولد كهرباء اه انت اصدق الYOUPS انت عارف الYOUPS ومش عارف الجنيريطور اه يا أخوي عارف الYOUPS وبعد ما هو احنا احنا اصلا خلينا يقطع الكهرباء عشان الكهرباء ما هتقطع الوباس مش هيشتغل انت متخلفة الوباس اصلا معمول عشان لما النور يقطع يشتغل استغفري يا عزيزم يا رب استسفوا حضرتك اللي حرموا ولا انا اللي حرمية انت طبعاً اللي حرماء طب حضرتك دلوقتي بتشتغل ايه انا.. انا مش بشتغل انا بدرس بتدرس ايه آآ هندسة كهرباء هندسة كهرباء أنا ينفع قفتي دلوقتي في شغلانتك فاتحي أنت دلوقتي بتفتي في شغلانتي أنت ما بتعملش أي حي غيرنك بتفتي في شغلانتي إيه يا جماعة؟ إيه ما خلصتوش لإيه؟ هنخلص حالا بتعملي إيه؟ يا عم خلص بقى أنت في إيه؟ الإنذار هيضرب مش أنت دلوقتي كل مشكلتك في الحياة إن أنا أخذ العقد ده من غير ما أشيل الصندوق الزجاج عشان خطر الإنذار ما يضربش أيوة؟ خلص أنا هاخد العقد من غير ما أشيل الصندوق الزجاج إزاي بقى يا سيتي كاسرين زيتها جونز هوريك حالا هتتعرف دك ده؟ خدي أخذ البيت يلا هاستي ما أتركوا الإنذار هيشتغل يلاوي إنه أتركوا الإنذار هيشتغل أهو ضرب أهو ضرب يلاوي اللي أعاني تنسك وقال إيه؟ طيب يلا نهرب إحنا يلا يلا لا لا يا نيه مش هينفروا نهرب ونسبهم أنا عايزة العقد برضا وجهة ناظر أول مرة تقولي حاجة صحية شريهان اهو اهو امسك نفسك امسك نفسك طبعب كحنا عليها اللي مش شاجر خلاص ده ما تقعبش فيها هالي هالي قالك شو قدر واضح لها النهاية لا نهاية إيه؟ إحنا لسه في نصر رمضان اطبع تكملوا انتوا الطريق هالي أنا المشاهدة بتأثر فيها أولي بس مفيش وقت يلا نقطوا يلا يا خلق عد ما تستموت لنا مالش اسند علي اسند علي هي بيعملوا ايه؟ هينطوا يلاوي ايه؟ 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 طب ما معك شعورا ما بتح؟ لا بقولك ايه؟ 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 أيه؟ ايه؟ اه؟ تحيلوا تحالوا الهوية ايه؟ 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 ياه؟ ايه؟ مش عارف سمع دي كلام كله انا وجيت معاكم مش لما عندكش شخصية اه اه يا جماعة انا بنزل في جامد قوي محتاج نقل دم بفاصيلة دم ندرة انا كده هموت خلاص بقى يا سيف شكلها حاجة بسيطة يعني مش هتنوت ولا حاجة بس من فضلك ما تقربش مني عشان انا ما بحبش الدم يجي الاهدومي دم ايه يا جماعة ده جرح سطحي جرح سطحي ازاي وانا حاسس ان الرصاص لده سيل في كتفي بقولكو يا كباتن العقد ده فوش فوش؟ فوش يعني ايه؟ مش عارفة يا اختي يعني ايه فوش؟ يعني فالسو يعني اي كلام يعني مضروب يعني انطلع فتش وصف فتش يبقى اكيد العقد ده هيوديني الحاجة تانية اه بموت بس بقى هنعمل ايه في المصيبة دي؟ طب اسمعوا احنا ناخد سيف ونسيبه عند اي مستشف ونروح نشوف موضوعي فوش ده ايه؟ انتوا عايزين تاخدوني لحمة وتلموني عظم ولما روحي للمستشفى يقوليني ملك في كتفك فيه ايه؟ يقولهم ايه؟ ده كتشف؟ انا مش هاعنا وحدي كلكم اطعم ايه وادرجاركم كلكم بقولك يا كابتن اهدى على نفسك كده وبداش افوار عشان الفيلم ده لا شفته قبل كده خلاص يا جماعة احنا نطلع على صباح وتشوف لنا صرفة في موضوع العقد ده وكتفي وتشوف لنا صرفة في موضوع كتفك وتشوف لنا حاجنا كله عشان ميتين متجوع كلنا يلا بينا خدني معاك يا هاني خليك بقى هاني انا بقى نزل فيها هاني السلام يا عم إبراهيم خلي بالك من نفسك انت واسكة في عم إبراهيم ده ولا هيروح يفتن علينا هيفتن علينا اكيد ده سمع كل حاجة ده مخبر اساسي اه هاني ايوه الروسوسة لتزال في كتفي انت مرجعتهش لحد دلوقتي انت اتصدر معلش لما انا وصل بالسلامة يبقى ترجعها لهم ايه ايه فيه انت يا عام يا اللي تنور العالي ده بوليس ده ولا ايه؟ ده بوليس ايه بقى تطوليش بقى فيها نور ايه ايه بقى 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 اوه بقى ايه بقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة